معايا دبلوم تجارة وميتقدم لي دكتور سيدلي والشهادة لله الدكتور ما شوفتش منه اي حاجة وحشة خالص بس المشكلة لما بيتقدم لاي واحدة في البلد بترفضه وبتقال عليه بصراحة يعني كلام مش كويس ان هو متجوز قبل كده وما فيش اي واحدة بتعيش معاه ولا بتعمر معاه مع ان هو اصلا دكتور يعني مش من البلد وغريب يعني محدش عارف انه اي حاجة بس الناس هي اللي بتحب تقفلم يعني كده الدكتور ده ما كانش يعرفني ولا انا عرفه انا طبعا والدي متوفي وانا اللي بصرف على اخواتي اليتامة ومستي مسكينة يعني على قد حالها كده لما بتعرفش تفك الخط يعني غالبانا كده وماشي في حالها المهم الدكتور ده كان محتاج واحدة تشتغل معاه في السيدلية ومحدش راضي يشتغل معاه لانه طبعا مطلعين عليه كلام مش كويس فكله رافض فقلت بقى انا خاطر وانا هروح اشتغل معاه وبعدين الواحدة هي اللي تقدر تحمل نفسها مش محتاجة حد يعلمها ولا يوعيها الحمد لله في الحتة دي بصراحة يا ابو يا الله يرحمه كان معلمني ان اكون راجل في كل المواقف اشتغلت معا الدكتور ده اول شهر وبصراحة مش هكذب عليكم كنت خايفة ولا انا جدا اشتغلت معاه كمان شهر ومش هكذب عليكم الدكتور لما عارف حالته وعارف ظروفي زودني في المرتب رغم ان انا ما طلبتش منه ولا اي حاجة شهر التالت بقى بصراحة هو قال لي ما تشتغلي تاني هنا بني وبينكم مش حمر وخفتي بقى الرزق اللي كانت جايا لي يعني تتقطع خلاص دكتور يا دكتور وانا عملت حاجة قال لي لا يا بنتي بس زبري بس على رزق خدلي بس معاد مع مامتك وانا جاهلكم النهاردة ايه المهم جاه البيت وقعد مع مامتي وتكلم معاه وقال لها انا مش عايزة منكم حاجة انا عايزة كده بشنطة هدومها وانا هتكلف بكل حاجة وبصراحة ما شفتش منه اي حاجة وحشة المهم بقى خلاني وعماتي اول ما عرفه قالوا لا احنا نرفضه الدكتور ده احنا مجوزش واحد احنا مش عارفين عنه اصله ولا فصله وبعدين كل الناس بيقول عن الكريم مش كويس قلت المامتي بقى لا ده هو كويس انا اشتغلت معاه ما شفتش منه اي حاجة وحشة خالص يعني الشهادة لله الراجل امين دي طبعا حكاية بنوتا هي محتارة في جوازة جايلها يعني شايفة ان هو اعلى منها ومستغربة زي دكتوري يعني هي تقدم لوحدة وغدا دبلوم تجارة وفي نفس الوقت قريبها مش راضيين وهي خايفة يعني ما يتجوزش او يجيلها عريس بعد كده لقطة زي ده وعايزة طبعا رأيكم لان بصراحة هي طلبت مني وقلت لها والله ما اعرف ومعرفتش افيدها باي حاجة الناس بقى الموجودة معايا الصفحة تفيدها لان بصراحة مش عارفة فيدها ولا باي حاجة خالص لان انا وعمري يعني ما تحطيت في موقف زي ده اولدي لسه صغيرين وهي هتشوف اكتر تعليقاتكم والتعليقات اللي زي بعض هي لا تمشي برأيكم لان هي يتيمة وما لهاش حد ولي مش هيقدر يفيدها يا ريت ما يعلقش تعاليه سخيف لان احنا دايما منحب نزيت في الزيتة حتى انا اصلا ما كنتش عايزة عارضها على الصفحة بس هي ترجتني وقالتلي في عرضك وانا بصراحة ما ارفضش اي طلب لحد طلبه مني